بالسحر المندى بالشذى الفواح من حلل النسائم يقطرو بالشاطئ المسحور يحضنه الدجا فيكاد من حرق الهوى يتنور بالسامرين أثناء من لهوهم وهج الضحى وكأنهم لم يسمروا وبراقد والخلد بعض جنانه والسحب ملك يديه أنا تمطر وإذا تهدج بالرصافة صوته جفلت بمصر على صداه الأقصر والحور بين يديه ترتجل الهوى غزلا به حتى الستائر تسكر يرقى لعينيه السهاد لحرة في الروم تهتف باسمه وتحذر فيرد كأس الحب عن شفة بها شوق إلى كأس الحمية أسعر أهلا وسهلا بالشاعر وابن العلامة مصطفى جمال الدين الأستاذ محمد أهلا وسهلا بك طبعا ينضمنا من البصرة نتكلم عن رابطة مصطفى جمال الدين هذا الرمز الوطني الكبير نتكلم عن هذه الرابطة أنا أعرف أنه قبل فترة وجيزة كانت ذكرى وفاتها فأنتوا في كل سنة تعملون احتفالية واحتفاء ويكون هناك جمع جميل من الشعراء والأدباء والكتابة في هذه الرابطة هي الرابطة تأسست أستاذ محمد 2014 لكن الحفلها الأول في تونس والثاني في تونس وبعدين في مصر والدنمارك أولا سلام عليكم أختنا العزيزة السيدة الرقية ومرحبا بقناة الشرقية وجمهورها رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية أسست في 30 آذار 2014 في البصرة وليس في تونس وإنما في تونس كان أحد مهرجاناتها التي أقامتها خارج العراق عام 2017 في تونس هذا اللي ذكرت أنه كان مهرجانها الأول سنويا تحتفل الرابطة بذكرى مهرجان هذا كان خارج العراق أنا دعيني أتكلم قليلا عن الرابطة أسست الرابطة في 30 آذار 2014 في البصرة وحفل التأسيس انعقد في 31 خمسة 2014 في قاعة عتبة بن غزوان في البصرة بحضور وكيل وزير الثقافة وجمع كبير من أدباء العراق وأدباء البصرة وبمشاركة شعراء وأدباء عراقيين كثيرين واستمرت الرابطة بمنهجها الثقافي الأسبوعي في كل أمسية في مساء كل خميس هناك أمسية في الرابطة وتلونت مواضيع الرابطة ولكنها اختصرت على الأدب فقط يعني في القصة والشعر والنقد والمسرح وكثير من الأمور التي تتعلق بالمجال الأدبي وطبط كثر من البصرة وخارجها وكذلك من الضيوف العرب الذين يأتون إلى العراق على هامش مهرجان المربض مثلا ومن العراقيين المقيمين خارج العراق حين مجيئهم إلى البصرة تدعوهم الرابطة فأقامت أمسيات عديدة لهم كذلك في الرابطة أقامت أيام سميناها بيوم الجواهري بذكرى وفاته ويوم مصطفى جمال الدين ويوم السياب وأيام لها الرموز الأدبية العراقية وماشي الرابطة بهذا المنوال أما مهرجانات الرابطة التي أقامتها أقامت الرابطة مهرجانات عدة هنا داخل البصرة مثلا تمتاز بمهرجان المحبة والجمال للشعراء الشباب وبدأ هذا المهرجان عام 2018 نسخته الأولى ثم النسخة الثانية 2021 لأننا توقفنا بسبب الكورونا والنسخة الثالثة العام في 2023 وإن شاء الله ستعقد النسخة الرابعة لمهرجان المحبة والجمال للشعراء الشباب في 15-12 لهذا العام هذا في مجال المهرجانات الداخلية أما هناك عندنا مهرجانات أقامتها الرابطة خارج البصرة مثلا مهرجان أقامت الرابطة في ذيقار مصقط رئيس مصطفى جمال الدين عام 2017 والمهرجان الآخر أقامته في بغداد بمناسبة الذكرى العشرين لرحيل مصطفى جمال الدين في شارع المتنبي بالقصر الثقافي العراقي في بغداد اختص بشعراء بغداد فقط وأقامت الرابطة مهرجان لها في النجف الأشرف في المكتب الأدبية المختصة بمناسبة تحرير الموصل عام 2017 كذلك وهناك مهرجانات أقامتها الرابطة خارج حدود العراق في تونس مهرجانين عام 2017 في مدينة سيد بوزير وفي 2018 في إقليبيا وفي تونس العاصمة وكذلك أقامت الرابطة في القاهرة مهرجان لها في ساحة التحرير في ساحة التحرير عام 2018 على هامش معرض الكتاب في القاهرة بمشاركة أذباء من أقطار عربية من تونس ومصر والمغرب والجزائر وفلسطين والأردن وسوريا والسعودية وليبيا كانوا متواجدين في المعرض فكلهم دعتهم الرابطة وأقاموا مهرجان مع افتتاح مهرجان المربط عام 2018 في البصرة بنفس الوقت فسميه تحت شعار مهرجان مربط عراقي في القاهرة هذا ما أقامت الرابطة في القاهرة وأقامت الرابطة عام 2019 مهرجانها خارج حدود الوطن العربي في الدنمارك في كوبنهاجن تحت شعار من البصرة إلى كوبنهاجن ننشر المحبة والسلام وصادف ذلك في 15 2019 هذه المهرجانات التي أقامت الرابطة ممتاز ممتاز نشاطات أكيد نفخر بها ومثل ما قلت أنت حضرتك ذكرت بأن هذه النشاطات كانت داخل وخارج العراق كان هناك مسابقة للقصة وين وصل بها الحال؟ بلي من ضمن نشاطات الرابطة أقامت مسابقة أسمتها جائزة مصطفى جمال الدين للإبداع الأدبي بمجال القصة القصيرة عام 2017 وشاركة فيه ولكنها حصرياً بالأدباء العراقيين لأنه تعرفين إمكانياتنا ما عندنا نشمل كتاب الوطن العربي فاختصرناها على العراقيين وكانت المسابقة بجائزة مجزية قليلة عشرة جوائز لكن الملفت والمفاجئ أنه المشاركة امتدت إلى 360 قصة قصيرة فحتى عدت من قبل النقاد أنها أكبر مسابقة بالقصة القصيرة 360 قصة قصيرة وتشكلت لجنة الفحص برئاسة الدكتور المرحوم أكيد أنه مسابقة تحمل اسم علامة كبير مثل مصطفى جمال دي أكيد كلهم يريدون يشاركون بها لهذا استوعبت هذا العدد الكبير إن شاء الله ترجع أفهم من حضرتك أنه متوقفة الآن المتوقفة الآن لكن إن شاء الله نعيدها عندما تكون هناك إمكانيات أخرى شن المطلوب حتى ترجع هذه المسابقة تمويل دعم تحتاج إلى إعداد كبير شنون شن اللي يرجعها أكيد أنتم بحاجة إلى تمويل نعم لا إحنا لا حتى لا اسمحي للسترقية إحنا ما اعتمدنا على التمويل بحيث هو مغري إحنا قلنا مجزي بحيث كانت المسابقة جائزة الأولى منها مليون دينار جائزة ثانية 750 وجائزة ثالثة 500 وسبعة جوائز على 250 يعني جوائز هي رمزية رمزية طبعا نحن لا نقصد بالمجزي ولكن هناك رمزية أما عندنا مهرجان المحبة والجمال الشعراء الشباب يعني تبنت بدعم من وزارة الثقافة لعامين فقط وبعدين وزارة الثقافة توقفت إحنا في العام الماضي أقامت الرابطة من تمويلها الذاتي يعني فأقامت المهرجان حتى لا يتوقف إن شاء الله السنة إحنا قدمنا على المهرجان لوزارة الثقافة أيضا إذا كان هناك دعم ولكن إلى الآن لم يرد لنا الجواب وحتى إذا لم تساعد وزارة الثقافة راح يقام بنفس ما أقبناه العام لثلاث جلسات فقط بدل الخمس جلسات يعني تختصروها نعم أستاذ محمد يعني دون شك ومثل ما اختصار حضرتك أنه أسست هذه الرابطة هذا وفاء العائلة لرمز عراقي كبير لكن أي جهود أخرى في اتجاه تخليد العلامة أو من خلال يعني هل هي مقتصرة هل هي مقتصرة فقط على العائلة يعني هذا الفهمت من كلامك يعني العائلة متبنية متبنية كل شي لا أنا مدى أتكلم عن بس الرابطة مدى أتكلم أنه هذا الأرث الكبير اللي ترك العلامة الرابطة الرابطة تأسست بجهود فردية نعم وبمساعدة أدباء من البصرة وليس من العائلة لأنه اللجنة التأسيسية اللي اجتمعت لتأسيس الرابطة صحية برئاستي لأن أنا صاحب الفكرة ولكني اعتمدت على زملائي اللي هم يشاطروني المدينة وإلهم فضل كبير علي أيضاً إذن هي جهود العائلة مع محبين الأستاذ الشاعر محمد صالح عبد الرضا نعم مع نعم نعم هناك محبين وهناك نعم كلمة هنا هي الرابطة ليس للعائلة وإنما الرابطة هي للأدب للبصرة للعراق للعرب لأن من أهدافها أنها هي واحة أدبية تضم الجميع هواتاً وأدباء عراقيين وعرب نعم كما ليس للرابطة خط أحمر على أي أديب إلا اللهم نشك في وطنيته نعم الرابطة للعراقيين والعرب ممن يحبون العراق ويحبون العروبة نعم وينذرون أنفسهم للأدب العربي الحر الرصين وصلت للفكرة نعم ويتأسست الرابطة نعم أستاذ محمد هو سؤال كان أنه كل هذه في إحياء ذكرى في إحياء ذكرى علامة كبيرة مثل مصطفى جمال الدين هذه الجهود هي جهود عائلته ومحبه لكن ماذا عن الجهود الأخرى أنت سماعت اليوم ما أكد لي أو إن في هذه المعلومة أنه للراحل ثلاث قصائد تعتبر من قلائد الشعر العراقي والعربي عن بغداد هل صحيح بأنه تم استبعاد قصيدة بغداد على المناهج التربوية والتعليمية في العراق كيف كان أثر هذا القرار عليكم فضل والله هو هذا خبر يعني اللي حدث في العام الماضي في العام الدراسي 22 23 أنه رفع قصيدة بغداد وقصيدة بغداد لم تكن قصيدة عابرة هي إقوانة الشعر العربي بخصوص مدينة بغداد الخالدة يعني فيها حب لبغداد حب للعراق قصيدة وطنية أعطت تأريخ العراق تفصيليا وتخليدا لمدينة بغداد نعم كتبت هذه القصيدة عام 62 بالذكرى الألف لتأسيس مدينة بغداد لكنها أنشدت عام 65 في مؤتمر الأدباء العرب ومن ذلك التأريخ ولليوم أصبحت هي أيقونة ما في عراقي إلا وتجده يردد بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر تصوري في طرقات بغداد حتى في مطاعم بغداد مكتوب هذا بيت الشعر في كل مكان نعم أنا شفت فيديو أستاذ محمد شفت فيديو لسفير بريطانيا ببغداد يوم الشعر العالمي هو قال هذه القصيدة طب خلينا نسمعها ونشوفها من العلامة الراحل مصطفى جموال الدين وارجع لك أي نعم بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر مرت بك الدنيا وصبحك مشمس ودجت عليك ووجه ليلك مقمر مرت بك الدنيا وصبحك مشمس ودجت عليك ووجه ليلك مقمر وقست عليك الحادثات وقست عليك الحادثات فراعها أن احتمالك من أذاها أكبر حتى إذا جنت سياط عذابها راحت مواقعها الكريمة تسخر إذن أستاذ محمد إذن يعني أنتم ضد استبعاد هذه القصيدة من المناهج صحيح؟ هذه الأفضل من تنامك سترقية 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 أنا ما قدر أقول أنا ضد ما قدر أقول أنا ضد وإنما هو الخبر لم يكن صادما للأسرة بقدر ما هو صادم للجهات الأدبية للجهات العلمية لكل الوطنيين العراقيين استغراب لماذا ترفع قصيدة بغداد وبما استبدلت هي هذه المشكلة استبدلت بقصائد أقل منها مستوى قصيدة بغداد قصيدة خالدة أنا أتذكر في الذكرى الثانية عشر لرحيل مصطفى جمال الدين أقمت حفلا بمناسبة الذكرى الثانية عشر لرحيله في دمشق وقتها تمت دعوة شعراء عراقيين هناك وأقمنا المهرجان من ضمنهم المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد وألقى قصيدة جارة بها قصيدة بغداد فأخبرني أمام جمع أن مصطفى جمال الدين لم يترك لنا مجالا أن نتحدث عن بغداد لأنه استوفى بغداد بكل ما لديها فجاراها هبها دعائك فهي لا تتذكر من فرط ما اشتبكت عليها الأعصر فقصيدة بغداد هي يعني أقدر أقول لك يعني هي في قلوب كل العراقين بقت أو لم تبقى لكنها المفاجئ لماذا ترفع هي هذا ولماذا لا تعاد شنو الضير يعني هذا نحن نقول وزارة التربية المفروض تغرز في الأجيال حب الوطنية من الشعر الرصين اللي يتغنى في بغداد والعراق لا أعرف الأسباب ما وراء ذلك نحن مثلك هم نستغرب طيب ماذا عننا فكرت وضع على هذا الراحل اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي سترقية قصيدة بغداد الراحل محمد غني حكمة هذا شيخ النحاتين نعم هو ادخلي على اليوتيوب يقول في زيارة لي إلى سوريا ذهبنا لزيارة السيدة زينب لقبر الجواهري وقبر السيد مصطفى جمال الدين وفوجئت أني على واجهة ضريح المجد لمصطفى جمال الدين مطلع قصيدة بغداد فوقفت برهة شفتها على اليوتيوب وعهدت مصطفى جمال الدين أن أعمل منها نصبا تذكاريا في بغداد الآن هي على دجلة مقابل مدينة الطب وسميت الساحة باسم مصطفى جمال الدين موجودة فما أعرف بعد وزارة التربية شنو العذر اللي لم يوضحوا الأسباب ماذا عن مقتنيات بيتها تعرف أنه في كل الدول العربية والعالمية تحتفي بكتابها وأدبائها والقامات الشعرية وهكذا رموز مثل العلامة مصطفى أنه البيت تحول إلى متحف في متعلقات مقتنيات فهل أكو خطوة بهذا الاتجاه هل تشوفها ممكن تتحقق أم صعبة حاب أعرف رأيك أول سترقية هذه الشي أذكر في مهرجان عالم الشعر في النجف قبل سنوات لا أذكر بالعام بس من كان محافظ النجف الأخ الزرفي كان وقتها طلب مني أن أقابله في بيته ليلا جاءني تليفون ذهب فسألني أنه أنت ليش معارضين نقل رفاة مصطفى جمال الدين لأنه قبل أيام أعلن أنه ننقل رفاة مصطفى جمال الدين من دمشق إلى النجف نعم وصار بيها لغطه كلام كثير وأن الأسرة معارضة على الشيء هذا نعم فأنا بوقتها أخبرته أنه ولماذا نقل رفاة مصطفى جمال الدين هذا يكلف مبالغ كثيرة وبيتدخل خارجي هل توافق سوريا أو لا توافق الخارجية السورية والعراقية ومكلف لكن أكون بديل لذلك قال وما هو قلت لبيت مصطفى جمال الدين الآن بالنجف موجود ستمائة متر مربع ولديه مكتبة كبيرة فيها صنوف الكتب نعم فبالإمكان أن تحول هذا البيت إلى مركز ثقافي باسم مصطفى جمال الدين نعم ونحن نهتم بذلك ونساعدكم ونهديكم مكتبة مصطفى جمال الدين فيديوية وكتب ومقتنيات لكن وقتها قال هذا أيضا مكلف وانتهت القضية من ذلك التاريخ ولما طرحت الفكرة أنا على أمانة العاصمة بوقتها من كان لقاء مع الأخ بوقتها الأستاذ عبعوب في كان أمين عاصمة قال لو كان بيت مصطفى جمال الدين في بغداد كنا أخذنا مثل ما أخذ يعني اشترينا بيت الجواهري لكنه في محافظة أخرى هنا بيت السياب في البصرة محافظة البصرة تبنت إعادة ترميم وإن كان لم يكن ذلك الترميم نعم حدثنا يعني نوضنا هذا الموضوع من قبل بالظاهرة نعم بلي بلي إذن هي الفكرة قائمة لكن وفي الناصرية نعم أيضا لم تنفذ لأنه شرحت حضرتك هذا الشيء نعم يبدو أنه إيه طبحت الفكرة يعني حتى في الناصرية ذكر كان أحد المحافظين نعم إيه وعد بيت بالناصرية يعني الفكرة كانت أيضا مطروحة ببيتها بالناصرية أفهمها من كلامك بالناصرية بالناصرية الفكرة كانت موجودة من كان أحد المحافظين ابن ابن رجل دين الشيخ نسيت اسمه حتى راح من بالي المهم الفكرة راحت أيضا نعم طرقنا عن هذا الموضوع وضربت له مثل ببيت الجواهري وبيت السياف في البصرة و لكن أيضا توقف العمل بذلك لم يستجد أستاذ محمد سعداء أنت اليوم ويانا في الظهيرة الوقت يعني داهمنا أشكر لك شكرا جزيلا على حضورك شكرا جزيلا